السلام عليكم ورحمة الله وصفة اليوم بثلاث مكونات فقط سوف تخلصك نهائيا وللأبد بإذن الله تعالى من الإكزيمة التي تكون في الرجلين وسط الأصابع بل أيضا هذه الوصفة سوف تعمل كمقشر طبيعي جدا للرجلين حيث أنها سوف تساعد على إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة في الرجلين سوف تقوم بإزالة تشقق القدمين والكعب يعني خطيرة جدا جدا وأيضا مفيدة في تفتيح المناطق السوداء يعني هي علاج أيضا مطهرة سوف تطهر الرجلين من البكتيريا والجراثيم وما إلى ذلك وكما قلت هي مفتحة لتلك المنطقة ومرطبة سوف أحتاج إلى ملعقة أو ملعقة ونصف من خميرة الخبز ملعقة من الزنجبيل المطحون وسوف أقوم بخلط المكونات بالخل الأبيض أو إذا كان متوفر خل التفع فهو أيضا مطهر ومعالج جميل جدا طبعا سوف تقومون بخلط المكونات جيدا حتى تحصلون على قوام يكون ثقيل كما هو موضح في الفيديو ثم سوف تقوم بعمل هذه الوصفة بين الأصابع وعلى الرجلين ثم تتركها حتى تجفى تماما يمكن المبيت بها ليلة كاملة وفي الصباح تنظيف المنطقة بالصابون الطبيعي والماء الدافئ وبعد ذلك عمل أي كريم تفضلونه أو تحبونه هناك وصفة أخرى بالنسبة للأكزيمة التي تعمل ماء في الرجلين سوف أشاركها معكم في الفيديو القادم بإذن الله وهي وصفة من الأعشاب يمكن أخذها معكم إلى أي مكان ووضعها في تلك المنطقة بالنسبة لهذه الوصفة سوف تظهر نتائج في ثلاثة أيام فقط بإذن الله فهي معالجة خطيرة جدا جدا للأكزيمة التي تكون بين الأصابع ويمكن استعمال هذه الوصفة لمن يعاني فقط من جفاف شديد في القدمين وتشقق أيضا في القدم إذا كان هذا فيديو اليوم أي سؤال أو استفسار أو تركوه أسفل في التعليقات سوف أشارك معكم في فيديو القادم بإذن الله وصفة للأكزيمة التي تكون كما قلت تعمل ماء وحكة كثيرة فالوصفة القادمة سوف تساعد في علاج هذا الشيء بإذن الله أتمنى الشفاء للجميع وإلى اللقاء